بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب التربية الخاصة في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية محاضرة اليوم بعنوان التدريب الحسي يتوقع بعد انتهاءك من هذه المحاضرة بعون الله أن تكون قادرا على أن تفرق بين مفهوم وأهمية وأهداف التدريب الحسي تتعرف أهمية التدريب الحسي تتعرف أهداف التدريب الحسي تحدد خطوات التدريب الحسي ما المقصود بالتدريب الحسي؟ تعد التدريبات الحسية أساسا مهما من الأسس العلمية والتربوية والتعليمية للمكفوفين فمن خلالها تهيئ كل حاسة لتقوم بوظيفتها في تلقي المثيرات الخارجية المختلفة تمثل هذه التدريبات وسيلة طبيعية في تدريب عقل الكفيف على ممارسة العمليات العقلية من انتباه وإدراك وتعرف وتصور وتذكر التعبيرات بأنواعها بقصد استنبات المعرفة واستخدامها في الحياة اليومية التلميذ حينما يميرس فنونه وإلعابه إنما يستخدم خبراته ومدركاته الحسية في اكتساب خبرات ومدركات جمالية جديدة تنتج من اتحاد الخبرة الجمالية مع الإمارات مع العمليات الإدراكية الحسية أهمية التدريب الحسي يستطيع الكفيف من خلال التدريبات الحسية المنهجية استكشاف ما يليه مواد متنوعة في الطبيعة مثل الورق والخشب والحديد استكشاف كل شيء اثنان أشكال متنوعة مثل المكعبات والزهور والدوائر ثلاثة اختلاف صلابة الأشياء فيستطيع التفريق بين الرخ واللين والصل أربعة التمييز بين أشياء مختلفة الملمس كالناعم والخشن والغائر والبائد خمسة التمييز بين اختلاف المزاق والرائحة ستة التمييز بين اختلاف الأصوات والوضع والحركة والسرعة كلما كان الكفيف قادرا على الحكم السليم على خواص الأشياء المحسوسة التي يعرفها فهو استطيع تصنيفها في مجموعات وفقا لألوانها أو شكلها أو حجومها أو وضعها أو اتجاهاتها في المكان كما أن تشكيل الكفيف لبعض خمات البيئة مثلا والسلصال والعجين والورق وإلى آخره يساعده على استكشاف خواص الأشياء أهداف التدريب الحسي يهدف التدريب الحسي إلى إدراك الكفيف للخبرات الحسية ومن ثم تكوين المفاهيم المجردة مثل المفاهيم الفنية كالشكل والملمس والوحدة والاتزان والتدريب على توظيف هذه المفاهيم في الحياة اليومية إثنان تنمية القدرة على التركيز والتمييز والمقارنة بينما هو متشابه وغير متشابه ثلاثة المساهمة في تحقيق التكيف النفسي والاجتماعي للكفيز إذ تعتبر تلك التدريبات تهياء نفسية وإعداد اجتماعي لتلقي المعرفة وتوظيفها وصولا لتحقيق الاندماج في المجتمع المحيط خمسة تنمية المهارات الحركية والعضلية والتوافق العضلي الحركي للكفيف ستة مساعدة الكفيف على التفكير وتنمية الإدراك الحسي الذي يتميز به في هذه المرحلة من حياته إذن عملية الهدف أو الهدف من عمليات التدريب الحسي هي عملية الاكتشاف أو الحاجة يكتشف الأشياء من خلال حواسيه المختلفة ثم بقدراته العقلية يبدأ في تصنيف هذه الأشياء تمييزها تجميع معلومات عنها استخدامها هذه هي أهداف عملية التدريب الحسي تنمية مهارات الانتباه والتركيز وتنمية مهارات الاسترجاع والتذكر إكساب الكفيف القدرة على فهم بعض المفاهيم الفنية ليست المفاهيم الفنية في حزب بل كل المفاهيم سواء كانت مفاهيم فنية تتعلق بشكل الأشياء ملمسها مفاهيم مكانية مفاهيم تتعلق بالمكان مفاهيم تتعلق بالحجوم تنمية مهارة التصنيف والترتيب والتنظيم تنمية القدرة على التفكير وحل المشكلة تنمية إدراك الكفيف للعلاقة بين الكلمة ومعناها أو الشيء ومعناها فلا يستطيع الكفيف أن يدرك معنى التفاحة إلا إذا اكتشفها طب كيف يكتشفها باستخدام حواسيه يتلمثها ثم يشمها ثم يتزوقها خطوات التدريب الحسي وتنمية مهارات الكفيف الخبرة هي مجموعة من العمليات العقلية التي ينبغي أن يمارسها الكفيف أثناء اكتسابه المهارات والقواعد السلوكية المرتبطة بالمفاهيم الفنية والأفكار ويتم ذلك من خلال ممارسة الكفيف للعمليات العقلية المختلفة مثل الانتباه وملاحظة الأشياء للتعرف على سماتها الحسية من اللون والملمس والشكل والحج مقارنة الأشياء والتمييز بين أوجه الشبه والاختلاف من خلال اللمس اكتشاف السمة المشتركة بين الأشياء وتسميتها لعمل مجموعات ذات سمة واحدة مثل لونها ملمسها شكلها أي لو لدي مجموعة من الأشياء أبدأ أميز بين هذه الأشياء من خلال أشوف فين السمة المشتركة بينها وأبدأ أميزها من ضمن اخطوات التدريب الحسي أيضا إدراك التلميز مظهر الاختلاف بين الأشياء في سمة واحدة مثل أكبر من أصغر من أوسع من أعمق من أي أفرق بين الأشياء أيه الشيء المختلف بينهم دي أكبر من دي دي أصغر من دي خمسة اكتشاف عامل الاختلاف بين الأشياء بإقامة علاقات مختلفة مثل علاقة التطابق والتناظر والتسلسل ستة الكشف عن فوائد الأشياء واستخداماتها والكشف عن أضرارها سبعة إياد خصائص بعض الأشخاص غير المعروفة تمانية الملاحظة والاستنتاج وضبط المتغيرات والقياس وذلك بتوجيه المعلمين للقيام بإجراء تلك العمليات شكرا للحسن استماع